السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخ جوزي كل شوية يشكي فيي ويحلفني بالله اني انا مش بخونه وانا تعبت من الشك ده ويعلم ربنا اني بخاف الله وبعيدة كل البعد عن اي شيء يغضب ربنا طب انا عايز اقولك حاجة مهمة في السياق اللي احنا فيه ده اذا كن حضرتك الشك ده وطبعا فيه شوية اسئلة الشك ده كان من الاول الزواج ولا بدأ واصبح شيء جديد بعد ما حصل حدثة عند زوجك او حصل شيء عند زوجك او حصل موقف عند زوجك لو كان شيء قديم وبيزيد لو كان شيء قديم وبيزيد واذا كان شيء قديم وزوج حضرتك بيستخدم الحاجات دي وبيقولها قدام الاولاد او بيقولها قدام الاهل فاصبحت بالنسبة لك حاجة مزعرة جدا انه ويتكلم فيه اخلاقك ويتكلم فيه عرضك ويتكلم فيه سلوكك يبقى بالمسألة دي محتاجة شوية وقفة ان انت توقف معاه بس خلينا اقولك انه معكوني بقولك توقفي معاه وتعودي وتتكلم معاه ان احتمال كبير جدا جدا يكون ده عبارة عن عرض للطراب نفسي عرض للطراب نفسي يتعلق بمسألة الاسواس وانه هو دلوقتي عنده حالة من حالات الشك المفرط والشك المفرط ده بيحصل كتير جدا 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 مع كثير من الامراض النفسية وكثير من الاضطرابات النفسية بيكون فيها جزء كبير منه الشك في شريك الحياة سواء من الرجل او من المرأة بس هو بيبقى من الرجل ساعات كتيرة اكتر فاللي انا عايز اقوله لك لغاية ما يرضى ان هو يروح لطبيب نفسي او مساعد نفسي ايا كان فانا بقولك ان انت اعتبر ان الكلام اللي بيتقال ده مالووش دعوة بيك الكلام ده على حد تاني مش عليك انت لان انت لو تعاملت مع الكلام ده على انه كلام لك انت وان هو شايفك واحدة مش مستقيمة انت مش هتقدر تتعامل مع الاجزاء الاخرى من شخصيته الحسنة يعني مش هتقدر تتعامل مع ان هو راجل وبيحافظ على بيته وما يخليش مش هتقدري لكن لو اعتبرت ان الكلام ده مش ليكي على ان احنا بنزق وبنحاول نوصل للطبيب عشان نقدر ناخد لان في اوقات كتير او بيبقى محتاج محتاج بعض الجراءات عشان تقلل عنده طريقة التفكير دي لان الفكرة بتفضل تلف في دماغه وتلف في دماغه وتلف في دماغه وبتزداد وبتنتشر ويجيب امارات لا هي امارات ولا اي حاجة يقولك انت اصلا انت ومشي في الشارع كنت بتبتسم شوفي بقى كنت بتبتسم المين وانت كنت عملت كذا 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 وحطيتي كذا 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 وانت كان اصدك ان انت توصل الرسالة لفلان الكلام ده كله مؤزئة لكن شوفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وقالوا له يا رسول الله ان هؤلاء الناس يسبونك فقال صلى الله عليه وسلم انهم يدعون مذمما ولست مذمما ولكني محمد فزوق حضرتك بسبب لو ان الامر بقى مبالغ فيه ووصل الى حد ان انت مش قادرة تعيشي بسبب الشك وبسبب الكلام اللي هو بيعمله ده من السب والعهانة وما الى ذلك فاعتبر هذا الكلام ليس لك ولا عنك يعني هذا الكلام ليس لك ولا عنك ولكن هذا الكلام المراد منه انه هو يهدي الشك اللي هو جاي من الاضطراب اللي احنا لازم نعرف ايه سببه وعشان كده انت لازم تكوني وعيا ان الكلام ده ما يخصكيش انت الكلام ده وتجاي من هذا الاضطراب اللي في نفس زوج حضرتك وهذا الاضطراب اللي في نفس زوج حضرتك ده علاجه من جهة حضرتك أن أنت لا تلتفتي إليه لأن بالمناسبة كل ما بتلتفتي إليه وكل ما بتقفه إصاده لما هو بيشك فيك ولا هو بيكلمك بمقتضع هذا الكلام اللي فيه شك هو بيأخذ الكلام ويعيد تفسيره مرة تانية وفي الغالب بيفسره على أنك أنت فعلا تستحق الشك ده وأن كلامك ده بيأكد شكه يبقى الحاصل أنه لما ييجي يتكلم بالكلام اللي فيه شك ده ولا كأنك سمعت أي حاجة طيب يا مولانا هو ينفع كده أيها طبعا لأن في الحقيقة السب ده لا يضر إلا صاحبه طيب ومن بالك إذا كان السب ده جاي من اضطراب نفسي مش جاي من حقيقة فأنت عشان تفضلي محتفظة بنفسيتك لأن الحياة دي بتعدي وبتأذي لو كان هو فعلا عنده هذا الاضطراب يبقى الحل وإيه أن أنت لا تلتفتي إلى ده زي ما قلت لك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يدعون مذمما ولست بمذمما ولكن محمد وزي ما أرد حتى في الشعر بيقول ولقد أمروا على السفيه ياسوب بني فأمروا ثم أقولوا لا يعنيني فالكلام ده مش لي يا أصل هو لما يشوفك كده الحالة دي هي الحالة اللي تحسسه بإنك أنت فعلا ما يسنقش عليك الكلام اللي هو بيشك فيك بيه ليه؟ لأنك سبته ولا الكلام ده هزك ولا الكلام ده يعنيكي بس أنت بتقولي أنا لو ما بينتش ده وما دفعتش عن نفسي وكذا أنا بثبت التهم علي لا أنت ده اضطراب وانت مش ملتفتة إليه يبقى أنا نصحت حضرتك بنصحتين نروح لطبيب لا تلتفتي إلي هذا الكلام والباقي النصيحة التالتة أنك تحاولي بقدر الإمكان وبشتى الصور أنك أنت تعملي مساحة بينك وبينه مساحة يعني إيه؟ ما تجيش تتكلمي بالكلام اللي هو ممكن يتكلم بالكلام اللي بيقوله ده قدام الأولاد قدام أو قدام الأهل لا نغلي دايما الكلام في مساحة كده عشان ما تسمعيش ما لا يرضيكي لو عملت الحياة التلاتة دولة أنا أظن ده يكون بالنسبة لك أحسن وإن شاء الله ربنا يزيب عنك كل ضيق وكل أذى وأنا عارف أن الكلام ده مؤذي لكن كمان الاستمرار في الاستجابة ده أشد أذى يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حديث من أجل أحديث الرسول اللي صلى من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الحقيقة بيتكلم عن مربع الوعي الديني إن الواحد يبقى عارف الفرائد ما يفعل فيجعلها أعمدة ديني أعمدة لهويته وكمان يعرف حدود الله فيلتزم هذه القيم والأخلاق الحدود أخلاق وقيم تمنع الإنسان من أنه يتعدى حدود الله ويبقى عينه دايما على أن فيه حرام ليس هو بالكثير ولكن هذا الحرام لا يخط فيه ولا يقع فيه وفي النهاية فيتجنب هذا الحرام ويمتنع هذا الحرام ثم يشكر نعمة الله أن يستثمر نعمة الله الهدية التي أهداها الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين كرامة لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم مساحة المسكوت عنه التي هي مساحة ليس السكوت عنها كان المراد منه الإهمال ولكن المراد من هذا السكوت الوسع الوسع الذي يحقق الرحمة في حياتنا فنعيش مجتمعات متراحمة بعيدة عن التشدد بعيدة عن الكمية ونحيا مع الله في أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في معية الرحمة المهدى